بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي وردت ورواها الإمام الفذ العلم الكبير المحدث الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى نتناول في هذه الأحاديث أهم ما جاء بها من مقاصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أهم المعاني والفوائد التي وردت في هذه الأحاديث ونشرح هذه الأحاديث ونذكر أهم الدرر التي جاءت في تلك الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثماني محدودة ثم نعود عليكم مرة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكنا قد وصلنا في شرح حديث كتاب الصلاة هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة وسنتناول اليوم شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث هنا هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما بوابه الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب رفع اليدين في الصلاة هكذا عندما المسلم يرفع يديه في الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذوة منكبه المنكب هذا منكبين هؤلاء يسمون المنكبين هذين المنكبين فعندما يكبر مسلم تكون يديه محاذاة للمنكبين ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا أراد وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وهذا الحديث يبين لنا كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الفريضة وهذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والأسف أن هناك كثير من المصليين يجهلون كيف يصلون الصلاة التي كان يصليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم والمسلمة أن يتفقطه في دين الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلابد أن نسأل أهل العلم ونقرأ كتب الفقه وما من كتاب في الفقه أو حتى في كتب الحديث كما في كتاب البخاري وفي كتابنا هذا صحيح مسلم إلا وتجد كتاب الصلاة وصفة الصلاة خصوصا الفقهاء يعني يجعلون كتابا خاصا في الصلاة ويذكرون كيفية أداء الصلاة من التكبير إلى يعني وتحريم الصلاة إلى نهاية الصلاة وكل ما يتعلق بالصلاة كذلك المحدثون كما في كتب في الصحيحين البخاري ومسلم السنن الأربعة والمسانيد والجوامع كل العلماء يعقدون كتابا خاصا في الصلاة ويذكرون الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا لأهمية هذه الفريضة العظيمة كما ذكرنا قبل قليل التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ومن أجمل الكتب التي تبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتيب أو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وتعالى وأيضا مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له وكذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن ماز رحمه الله وتعالى والشيخ من أثيمين وغيرهم من العلماء الأجلاء إذن صفة الصلاة توقفية ومعنى توقفية أنها تتوقف كما جاءت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم أن ينقل هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التكبير كيف كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عندما يكبر في الصلاة فيقول كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبي هكذا عندما يقول الله أكبر يعني تقول تكون يديه حذوة منكبي يعني إزاء ومقابل منكبي المنكب هو يعني مجمع عظم الكتف والعضد أيضا جاء في رواية عند حديث مالك من حويلث وأيضا عند البخاري في الصيحين أو في البخاري مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يدي كان كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذني إذن هذه رواية ثانية وصفة أخرى يعني بإمكانك تكبر عند المنكبين وبإمكانك تكبر عند الأذنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام حتى تصير مقابلة منكبيه يعني محاذين لهما تماما وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم أيضا إذا كبر للركوع وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه أيضا من الركوع ويقول ويقول صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني أثناء السجود ما يرفع يديه يقول هكذا وعندما يعني يسجد فهذا لم يرد عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه في الركوع وفي الرفع منه صلوات الله وسلامه عليه إذن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وروع عنه مالك ابن الحويث أنه رفع يديه حذو فروع ذنيه هذه أيضا الرواية ثابتة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بطاعة ومرضاته وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين